السلام عليكم حاماتي بتقول لي الخيبة ترميه والشاطرة تعمل احلى اكل بيه زي ما انتو شايفين عندنا جنباري كريسبي طحفة جدا استفدنا بالقشر بتاع الجنباري زي ما انتو شايفين كنا بنرميه في الزبالة لأ عملت حتة فكرة فظيعة حاماتي قالتلي عليها قالتلي كنز كان عندنا جنباري زي ما انتو شايفين حبة كده محطوطين في الفريزر بس نفعونه زي ما انتو شايفين هنقشره هنخسله كويس جدا وهنعمل بيه احلى وصفة كريسبي حكاية يلا بينا بقى قشرنا الجنباري خدنا الراس بتاعته دي زي ما انتو شايفين هنعمل احلى شربة تجنن والقشر بقى حوريكو دلوقتي هنعمل بيه جبنا سنية حطينا عليها ورقة زبدة وفردنا القشر بتاعنا زي ما انتو شايفين كده طبعا غسلناه كويس وهنفرده وهنفتح الفرن بتاعنا تحت الشواية هنحطه تحت الشواية خمس دقيق بالزبط لحد ما ينشف خالص زي ما انتو شايفين طبعا الراس زي ما قلتلكو هنعمل بيها شربة حلوة جدا يلا بينا بقى على الفرن طلعته بقى التحفة شايفين بقى لونها دهبي وتمسكيها تتكسر في ايديكي يلا بينا بقى نحطها في احلى مطحنة وهنعمل احلى بهارات بصوا عالمية بهارات السمك دي بقى حكاية تحطيها بقى على اي تدبيل السمك بتوديها في حتة تانية خالص زي المطاعم زي ما انتو شايفين حاجة كده بيور وتحفة يلا بينا بقى على الوصفة التانية هنجيبي جنباري الكريسبي بتاعنا هنعمله خلطة رهيبة جدا زي المطاعم كده هنجيب بلتين نحط فيها نفس الدقيق ونفس البهارات ملح وكمون وهنحط شوية بابريكا وشوية كركم بس مش عايزين اكتر من كده مش هنحط نشا ولا حاجة يلا بينا بقى انتب الجنباري بتاعنا حطينا توم وبابريكا ومستردة وملح وتوم بودرة وبصل بودرة زي ما انتو شايفين البولة التانية هنحط فيها شوية مية على الدقيق اللي انتو شايفينه ده وقلبنا كويس جدا وتحفة الله حكاية والله يلا بينا بقى ناخد الجنباري بتاعنا ونحطه في البولة في الدقيق ونرجع تاني نحطه في البولة اللي هي ايه اللي فيها السيلة زي ما انتو شايفين الدقيق السيل وهنرجع تاني نعمل نفس الخطوة دي مرتين عايز تعملها تلاتة برحتك بس عشان الكوفر ما يكونش سميك قوي حسب بقى انت بتحبي الكوفر كريسبي زي انا عملتها مرتين ونزلت على زيت سخن عليت عليه خمق دقيقتين كده ووطيت عليه وبرجعت عليت تاني كل ده في ثواني وطلع احلى جنباري كريسبي زي ما انتو شايفين حكاية ما اخدش ثواني تحفة ربع الجنباري ده كان في الفريزر والله نفعني دايما اجيب الجنباري بس الكوفر بتاعه حكاية واشيل منه حبة للزنقات بقى تطلع بقى الجنب شوية سمك تعمليهم كده وتعملوا السندوتشات لولادك جنبهم احلى طحينة حكاية خطيرة 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 الله تجنن بجد تحفة ومع شوية جرجير كده وشوية طحينة عالمية لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة يا حلوين بحبكم كتير جدا